انتهت مفاوضات الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى التوقيع على وثيقة تنظم العلاقة بين الطرفين وبناء عليه أكد الجانبان التزامهما بالتالي أولا تفعيل دول مؤسسات الدولة اليمنية من خلال تشكيل حكومة كفاءة سياسية خلال ثلاثين يوما لا تتعدى اربعة وعشرين وزيرا على أن تكون الحقائب موزعة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعين الرئيس اليمني وبالتشاوري محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن وذلك خلال خمسة عشر يوما ومحافظين لأبيان والضالع خلال ثلاثين يوما ومحافظين ومديري أمن في باقي المحافظات الجنوبية وذلك خلال ستين يوما ثانيا إعادة تنظيم القوات العسكرية وذلك تحت قيادة وزارة الدفاع يشمل ذلك عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه محافظات عدن وأبيان وشبوى منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة يتضمن الملحق العسكري أيضا الاتفاق على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل المحافظة تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية أضافة إلى توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي وذلك في محافظات عدن وأبيان ولحج وباقي المحافظات الجنوبية وضمها لوزارة الدفاع تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية ثالثا إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية ويتضمن ذلك إعادة تنظيم قوات الشرطة والنجدة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين وينطبق هذا الأمر على مختلف القوات الأمنية في عدن ولحج وأبيان وباقي المحافظات الجنوبية كانت مشاهدين هذه أبرز بنود الاتفاق الذي يشمل أيضا لالتزام بوقف الحملات الإعلامية المسيئة وتوحيد الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية إضافة إلى مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي